اشتركوا في القناة نبدأ بسم الله على بركة الله عندي أربع أفخاذ من الدجاج على حسب عدد أفراد الأسرة رح نحصر عليها نصف حبة من الليمون وليكون عندها الليم بزاف تكملها حتى الحبة غادي نزيد معها هنايا ملعقة كبيرة من الخل وليكون عندها الليم ما تديرش الخل غادي نضيف معها الملح ملح حسب الرغبة كما تعرفوا دجاج صامت ديروا مغرف صغيرة ولا مغرف ونصف نضيف معها هنايا كيرو الدجاج اللي ما عنداش كيرو الدجاج تقدر تدير الراس الحنك الحلو نضيف معها نصف ملعقة من الحرور ولا الفلفل الأسود نضيف معها ملعقة صغيرة كوركم ولا الكركب والاستيزة اليوم لي هي ملعقة صغيرة وانتليئة جيدا من السكر نضيف معها هنايا زوج مغرف كبار تلك الزيت كما تقدروا عفوا نديروا معها شوية تلك الزيتون ونضيفوا الياغورت الطبيعي ليعطيها النقهة ويعطيها البنة الرائعة لهذه التتميلة ويعطيها سرعة في امتصاص هالتوابل راح نخلط هنا كل المكونات جيدا كما اللي ما عندهاش الياغورت الطبيعي هنايا تقدر تدير البن البن اللي هو الحليب المخاتر بالنسبة للأخوات في المشرق العربي دائما يسألوني عليه احنا غدي نغطيها بفيلم غدائي ونخليها حوالي نصف ساعة كما تقدروا تخدموها تمتم يعني ما تخلوها شكاعة تقعدها التنقيعة نروحوا على الجهة هنايا غدي نجيبوا طنجرة الضغط حدت فيها ملعقة كبيرة من الزبدة وضفت معها هنايا حبة تعبصل مقطعة مربعات كبيرة ولا تديرو زوج حبة تعالبصلة نضيد معها فص كبير تعطون الرابي هو المبشرة هنايا هدي هي المرق اللي غدي نحطوها فيه ولا هادا هو الشرمولة اللي غدي نديرها لها نخلط هنايا كل شيء هاكا غير بالطنجرة الضغط ونضيف هادوك أفخاد الدجاج ونستفها ولا نرسها في طنجرة الضغط هنايا اما بالنسبة للتتبيلة اللي بقات ليه ما غديش نرموها ولا ما غديش نقيسوها نجيبوها لجيها نجيبوها داك البول اللي خدمنا فيه ولا داك الطبسي نضيفو معها نصف كاس من الماء نحل حلو غاية هاداك الطبسي ونكبو هاداك المرق ونحطو عفون هاداك التتبيلة فوق الدجاج ونخلوها الطيبة هنا من 12 دقيقة حتى ال 15 دقيقة نبلعو لطنجرة الضغط ونخلوها الطيبة هنا بعض اللي طابت و بعض اللي بردت هاهم أفخاد الدجاج كيف مركم تشوفو هنايا غادي نقلعو لها كل الزوائد هاديك أفخاد الدجاج في العدم باش تعطينا الشكل الرائع من بعد كين طيبوها ما تكونش لا فوق تاحهم خاسرة نواصل كيما هاكا ونفوتو مننا نعدلو هاداك المرقة غادي ندفيه نصف كاسمينا الماء ونحطها فوق النار يتشمر وهنايا باش مبعد نقدمه مع أفخاد الدجاج هنا على الجهة عدنا حبة عبيض كبيرة عدنا هنايا الدقيق الأبيض اللي هو الفارينا وعندي هنايا الشوفان كيما تقدروا تستبدلوه بالبوق صومات اللي هو العشاب لغ بساح تكون بيضا هنا غدي نجيب وذيك الفارينا غدي نديرو فيها الملح ونديرو فيها الأحشاب العضرية أحشاب بروفانس اللي ما عندهاش تقدر تخدم شوية على الزعطرة اللي ما عندهاش قاعد دير شوية على المعدموس نضيف معها نسم العاقة من الحرور ولا الفلفل الأسود شوية على القركم وهنايا غدي نخلطو كل شي معا بعد ونزيد معها عفون الكمون نخلطو كل شي معا بعد هكا بش من بعد يتنكه النجاج ويجينا بنين نفوتوا منا على جهة لهذاك البيض نخلطوه غاية حتى يولينا سائل هنا مهمة جدا هاد الخطوة حتى يوليكم سائل باش يقدر يتمشي لكم في هذيك أفخاد الدجاج هنا بسم الله غدي نجيبو هذيك أفخاد الدجاج باش نخدموها نفوتوها اللولة في البيض كي ما راكم تشوفو وتفوتوها غاية في البيض تستعينوا بملعقة ولا تقدروا تخدموها بيديكم حتى تتشرب لقاع البيض من كل الجهات نقطرها ونعود نفوتها ديرك تومو في ديك الفارينة المتبلة نتبلوها غاية وهنايا ننفضوها ولا نقلعولها الدقيق الزائد ولا الفارينة الزائدة ما تخلوهاش رفدتكم الفارينة بزيف يعني طبقة ولا كوش رقيقة نعود نفوتوها في البيض ونعودو نرفضوها نقطروها غاية وروحو الشوفن كي ما تعرفو الشوفن صحي ولا تقدروا تديرو الشابلوغ شوفن صحي وغادي نقلوها في الزيت ورانا صايمين اموال ناقلو حاجة صحية وما تكونش رفدتنا الزيت بزيف حكا ما يخليها اشتمتز الزيت نحطها منا في جهة في طبسي جانبين وواصل كل الكمية اللي عندي بالشكل الاول اللي درتاه نفوتوها في البيض من بعد الفارينة نقلعو لها الفارينة الزيتة نعودو ندوها للبيض كي ما شفتو البيض هنا ما غادي شي يغبنا كي دربناه غاية ونعودو نفوتوها نقطروها ونفوتوها في ذاك الشوفن نفوتو مباشرة ننقلوها مع بعض احنا يا راني ديرا كسرونا فيها الزيت مستوى تعزي تكون كبير شوية راهي سخنة غاية وليحمة لي غاية غادي هنا يا نحط فيها كي ما راكم تشوفو نغمصو فيها هادو كل افخاد الدجاج لازم كي تحطوه الفخاد تعد جاج غاية اسوكي هريك هادي يخترق ولا يتغمص قاع فازك الزيت هادو مهم جدا مجد GT نتيجة مرضية نحط قاع على أفخاد الدجاج نخلوهم ينقلوا وهنا درجة اللون اللي يتبغوها فيهم تم تتحكموا فيها هنا كل شي را طاية بغيها هديك الالكوش الفوغانية تعطينا ديك القرمشة وتعطينا تعطينا لون وتعطينا بالنشابة احنا كي ما راكم تشوفو غادي نخلوهم ينقلوا حوالي من الربع دقائق حتى الخمس دقائق نخلوهم ينقلوا يجب ان يكون اللون تحمر ونجلب اوزهم لن يجب ان يكون حمارا لنجعلهم يواصلون كما هكا ونجلحهم على جهارة طبسية ورق ماس للزيت واسويته لن يخلص من زيت الزيت ونجلب ان تكون اللون اللون اللي اداته ونجلب ان يكون في افخاد الدجاج يكون الغامق قليلا يجب ان يكون شكل رائع ويجب ان يكون شكل رائع اهنا ايا قلت لكم غد نحطها على جهة ونفوتوا مباشرة نشوفوها في سحن التقديم باذن الله تعالى ها هو اهنا الشكل النهائي للطبخ انا اتمنى ان شاء الله عجبتكم وصفة اليوم وكانت خفيفة عليكم وتجربوها وتزينوا بها مائدة ساعكم اذا كنتم اول مرة تشاهدوا القناة اتمنى منكم الضغط على زر اشتراك اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لاتصلكم كل وصفاتي الجديدة استودعكم الرحمة الذين تضيعوا وذائعوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة